بكده مشاهديننا رحلة عمل برنامج صباح الخير يا مصر بتنتهي من شرم الشيخ وبتنتهي في تغطية فعليات منتدى شباب العالم نتمنى طبعا نكون قربنا لحضراتكم الصورة أكتر كل ضيوف المنتدى كانوا ضيوفنا في صباح الخير يا مصر وفي القناة الأولى بشكل عام طبعا كنتم مع حضراتكم النهاردة أنا وهدير لكن هدير سبقيتني عشان تبتدي طبعا تحضر فعليات الختام وإحنا إن شاء الله هنحصلها دلوقتي في النهاية أنا بشكر حضراتكم على المتابعة والحقيقة عايزة أوجه الشكر لناس كتير قوي عايزة أوجه الشكر لناس سهمت في صنع هذه الصورة في البداية طبعا إحنا يعني مش مجرد مزيع ومزيع ده إحنا فيه رئيس تحرير فيه بروديوسرز فيه مخرجين سواء هنا أو في القاهرة فيه ساد المصورين مساعدين الكاميرات مساعدين الصوت ديكور اكسسوار فيه فريق عمل كبير عشان يخرجوا الصورة بهذا الشكل ده أنا بتكلم عن صباح الخير يا مصر بس ده فيه كمان بقية التغطية مع زمايلي الموجودين في القناة الأولى زملاءنا في الأخبار اللي بتابعوا مع حضراتكم لحظة بلحظة من داخل المنتدى عشان نوصل لحضراتكم الصورة كاملة عشان تعرفوا إيه هو منتدى شباب العالم منتدى شباب العالم بيعمل إيه إزاي بيوصل الشباب إزاي بيقرب الشباب اللي موجودين في العالم كلهم من بعضهم فإحنا طبعا لازم نتوجه بالشكر لكل من ساهم في صورنا هذه الصورة عايزة أوجه شكر أكتر كمان لإدارة هذا الفندق كونكورد السلام حقيقة إحنا يعني زي ما أقول لحضراتكم إحنا عملنا دوشة بمتال أمانة يعني إحنا عمليم إزعاج للناس من الصبح بدري موجودين وتفاصيل كتير قوي لكن بصراحة الناس استقبلتنا بصدر رحب وتحملتنا بما فيه الكفاءة الحقيقة فإحنا عايزين نشكرهم على الضيافة وعلى حسن الاستقبال عايزة كمان أتوجه بالشكر لكل واحد ساهم في خروج المنتدى بهذا الشكل الشباب الجميل اللي ساهم في عملية التنظيم الشباب الجميل اللي عمل عمل مؤسسي عمل بتقوم به مؤسسات كبرى بتقوم به شركات كبيرة جدا بتقوم بتنظيم هذه الأحداث يعني لما يكون فيه إفنت مهم كده بيستعينه بشركة من الشركات العملاقة ده حدث عالمي لكن اللي نظم واللي أسس واللي عمل كل حاجة هم شباب هم شباب سنهم في العشرينات وفي بداية التلاتينات شباب صغير بس ما شاء الله حاجة تفرح والحمد لله المنتدى خرج على أكمل وجه ومجهودهم تكلل بالنجاح هم يستحقوا كل التأدير والاحترام عايز أشكر كمان محافظة جنوب سيناء اللي كانت قام بدور مهم جدا ودور كبير جدا في عملية أيضا التنظيم بشكل عام في مدينة شرم الشيخ سيطل هو خالد فودة بصراحة أين بمجهود جبار هنا في شرم الشيخ هو وكل الناس اللي موجودين كل اللي شغالين معاه في المحافظة كل المعاونين اللي هو خالد فودة رحية مجهود كبير جدا عشان يخرجوا صورة عن مصر للعالم كله عشان العالم كله يعرف إيه هي مصر مصر دولة كبيرة مصر فيها مدينة شرم الشيخ قادرة على تنظيم أي حدث مهما كان عدد الحضور اللي موجود فيه أي نوع من أنواع السياحة يا جماعة موجودة عندنا هنا في شرم الشيخ سياحة ثقافية سياحة علاجية سياحة دينية سياحة أثرية سياحة مؤتمرات فإحنا الحمد لله يعني بننعم بقدر كبير جدا من المميزات عن دول كتير جدا في العالم بنشكر حضراتكو كمان على المتابعة وده المهم طبعا ألف شكر لحضراتكو على المتابعة